عمصر الحرار أشارك الله في التعريف تتمثل في ثلاثة عمصر أساسية في ثلاثة عمصر العصر الأول هو الإنسان وهو العصر الأساس في بناء الحرارات لا يمكن أن نتصور حضارة بلين الإنسان الإنسان هو العصر الأساس الذي يفكر الذي يبني الذي يستغنر الوسائر المبثوثة في الكون إذ فهم العصر الأساس لذلك نجيب القرآن الكريم كما تعلمنا جميعا يهتم بهذا العصر وقد كرم الله الزوجة في قوله ولا قد كرمنا بني آدم فالقرآن يهتم كثيرا ببناء هذا الإنسان الذي يمثل العصر الأساس في بناء الحرارات والعصر الثاني هو الحدث أو الزمن أو الوقت هذا أظن كنز آخر منحه الله عز وجل من الإنسان والكثير من الناس لا يعرف قيمة الزمن ومن كتب المتنين كلفت في هذا النجل كتب الرائعة مع حثاب الدكتورة مفتاح أبو غدا محقق تحت غرار قيمة الزمن عند الولماء عمل إنشارات رطيفة جدا إلى هذا الزمن ومن ما يذكره في هذا الباب؟ يذكره خصائص الزمن أو الوقت قال إن الوقت من خصائصه أنه لا يمكن تخصيله كما يخصر الماء واحد من يعلم الأعمال قادر يخصرها قادر يحفظها في حلسها في الباكة أو في الطاور أو في أي مكان ولكن الزمن لا يمكن تخصيله يعني ما يمكن تخصيله كي تحتاجه وترقاه وجود والزمن اللي رحل نسمعنا في ربهم يقدرهم من درجاءها ويسترجاعها مكان ورهم مكان هناك أدنى أمل من هنا سبحان الله الذين يغيرون أو الش دقائط أو الذين يغيرون أعبارهم أعبارهم مستعد كي يدعون أرتعون يضيعون في التفالات يضيعون في ما لا يوجده نفعه ولماذا تكونوا في هذا المبنى الله طيب أن تكرر هذا الأخي الكريم الصحي مرة جاء الله واحد عنده 35 قضية في المحاكم الجزائي طرم سيكطة عنده في البنانة في الصوشيال في الكوناسيال عنده كل شيء بعد كي يدعون في درسة المفت قلنا أماما في خلص قرية تستحق أن تبقى على المستوى القرية أما ثلاثين قرية تحلم على المستوى الجزائي ولا على المستوى يعزاني قلنا أماما في محاكم خمسة وثيثين قضيها على مستوى النحاكم في التريب بطال فأقول رابو شبرا من الأخير تخصصات مختلفة يعني تقريباً يومياً عن المستدعاء من جهة من جهات الموافع الموافع القرار لذلك أؤكد على قصر السمن فيقول من خصائص الزمن لا يمكن تخصيله من خصائص الزمن أيضاً أنه سريع الزوارد فإذا زاد انتهى الزوارد دائماً عبر سريع الزوار خاصة في سباك لها كل سرعة يقول كنت بدي اسمعها بالسبت هاي وصلت الخمسة واللتنعة يبدأ الشهر الرعا بكي يكون السباحه آآ آآ سادة ألفين كي شهر النشاء واشي سرعة وجاء ألفين وراء ألفين وراء ألفين وراء ألفين وراء ألفين وسبعة وكريب يروح والدنيا قاعده الزمن الزمن هذه آآ بعض خصائصه لذلك أورب سبحانه طالع هذا السباح حتى في اليوم انتاعها يعني واحد إلى عشرين سنة والنوع المثبت يسويع من عشرين سنة نوع سافي عشرين سنة على ألفية أتي الثلاث أربعين سنة ما هو شهر يقول عشرين سنة راكل هذا ليه المثبت يسويع ما هو شهر مباشرة وطناش ومارتاش ومستاش من الفتاوى اللطيفة جاءت في رمضان واحد قال إنها طول نهارا طول بالسهران صحا قلت طول نهارا قلت قلت كمت أروح لي باش نوصل وجهي وفد الشيخ الغرب قال لي بحكم هالسيادتا قلت له وشهر إذا شهرت مجهة الميام راكتر تميام وصحا قلت نووي باش نصوم كيشوف هالسيادت برسيان بس غير كيشوف مجهة وراه صنف مستخار قلت له سيابتاعك فتواتاعه ومتسيابتاعك آكلة صاربك ده مصادفة قلت صرفه ما شهر ما طيب إذا العنصر الثالث هو الكمر الكمر هو البجار المادي العامر بالنوانيس والقوانين والسنن التي يجب أن نعرفها ونحسن استثمارها وسنن الله غناها لا تتبذل ولا تتغير لا تعرف المجملات ولا بأول المحابات من يعرفها ويحسن استثمارها الله يبه أما من يجهلها وأساء استثمارها والتعامل معها يصطدم بها وسيكون بالخسير حتماً طبعا سوف أفصل قليل في هذه المرطة الشرفي الخاتمة هذه المرطة الآن مرطة ثالثة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر